شكري يلقي كلمة مصر اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويواصل لقاءاته على الهامش في بين المشترك السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا تدين محاولة قوة الحسي عرقلة الهدنة باليمن لليوم الثاني على التولي تواصل عملية استفتاء انضمام أربعة مناطق أوكرانية لروسيا وسط تنديد أوكراني وغربي واسع النطاق الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تعزيز التعاون الدولي والتأكيد على دعم مصر الاستقرار وسيادة الدول محاور ارتكزت عليها لقاءات وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك وذلك على هامش مشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي ذلك في إطار حرص مصر على المشاركة في المحفل الأممي كل عام لترحي رؤيتها إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية وتأكيد حرصها على تعزيز العمل الدولي المشترك يلقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم كلمة مصر أمام أعمال الدورة السابع وسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا وتتواصل أعمال الجمعية العامة في نيويورك وتتركز الاجتماعات على العديد من الأزمات التي يشهدها العالم بدءا من العملية العسكرية في أوكرانيا ومرورا بالكوارث المناخية وصولا إلى العدام الأمن الغذائي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتمع وزير الخارجية سامح شكري بتحالف الدول الجزرية الصغيرة في إطار التواصل مع كافة الأطراف والمجموعات المعنية بعمل المناخ الدولي وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية اهتمام رئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ التي توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماما كبيرا مضيفا إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بهذه الدول نتيجة لتغيرات المناخية وموجات التقس القاسية المتكررة هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية أزربيجان جيهون بيموكوف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تناول اللقاء مجمل بلفات التعاون الثاني بين مصر وأزربيجان وسبل تطويرها ومن جانبه حرس وزير الخارجية أزربيجان على استعراض موقف التوترات بين بلاده وأرمينيا وأكد شكري في خلال اللقاء على أهمية تحقيق الاستقرار والحيلولة دون تظاهر الأوضاع معيدا التذكير بموقف مصر الثابت والداعي إلى حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية كما التقى شكري بنظير الأغندي جيجي أودانجو وقد أوضحت وزارة الخارجية أن شكري حرصة على إحاطة نظير الأغندي بالموقف الحالي لملف سد النهضة كما استعرض استعداداته مثل استضافة مؤتمر كوب 27 إلى جانب أولويات القارة الإفريقية وسبل تخفيف الأثار السلبية لتغير المناخ على دول القارة انطلقت اليوم فعليات المؤتمر الدولي السلس والسلسين للمجلس الأهل للشؤون الإسلامية الذي يتوصل من خلال نخبة من العلماء ورجال الدين والمنظمات المعنية وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعنوان الاكتهاد ضرورة العصر يهدف المؤتمر إلى ترسيخ وإرساء قواعد الاكتهاد وضوابط خاصة في القضايا التي تتطلب فيها الفتوى خبرات متعددة ومتكاملة وبما يسهم في القضاء على الأراء الهدامة وإزالة أسباب التطرف والجمود وإزاحة غير المتخصصين من المشهد الدعوية أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن المساس بالثوابط العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب خاصة في ظل الظروف التي نمر بها وخلال كلمته خلال افتتاح المؤتمر العام الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد وزير الأوقاف أن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه الإسقاطات لترويج شائعات التفريط في الثوابط الدينية مما ينبغي التنبه له والحذر منه كذلك وشدد الوزير على أن القضاء على التشدد من جذوره يتطلب القضاء كذلك على التسيب من جذوره أن المساسة بسوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإن كام استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقطات لأن بعضها يكون عن عمد لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات أو الإسقاطات لترويج شائعات التفريط في الثوابط مما ينبغي التنبه له والحذر منه فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلابد أن نقضي وبنفس القوة والحسب على كل وجوه التسيب والانحلال حتى نقتلع التسيب من جذوره فلكل فعل عد فعل مساوي له في النسبة ومعاكس له في الاتجاه وفي كلماته أمام المؤتمر أشاد رئيس البرلمان العربي عدل العصومي بجهود الرئيس السيسي في نشر الفكر التنويري ومواجهة الفكر المتطرف وأرى عن سعدتي بحضور هذا المؤتمر الذي انطلق من أرض الكنانة مؤكدا أن الاجتهاد أصبح ضرورة علمية بما توكب مع تطور في كافة مناحي الحياة ومشيرا إلى أهميتي في تبادل الرؤى العلمية أدنة السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أهجامات كوات الحوثية وتعزيزاتها العسكرية والتي تهدد بعرقلة الهدنة في اليمن وأعربت عن دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جراندبرغ في تمديد الهدنة عقب الموعد المكرر لانتهائها في الثاني من أكتوبر القادم هذا وأكدت الدول الأربع التزامها القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة أعلن قائد عمليات العاصمة العراقية بغداد الفريق الركن أحمد سليم مقتلى إرهابيين شمالي العاصمة وأوضح بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات الأمنية تمكنت من قتل الإرهابيين في منطقة التارمية لفتا إلى موصلة القوات قيامها بعمليات التفتيش والتطهير بالمنطقة فيما أصيب جنديان من عناصر الجيش خلال محاولة صد هجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في التارمية أيضا وفي نفس السياق أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مقتلى أكثر من عشرين إرهابيا من بينهم قيادات برزة في تنظيم داعش الإرهابي في عمليات إنزال جوية بمناطق متفرقة من البلاد إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلانسكي إن الدعاية الروسية تفقد الزخم في جميع أنحاء العالم خاصة خلال الفترة الأخيرة بنحو يستوجب على أوكرانيا العمل على ثأمين منصات إعلامية قوية ودعا زلانسكي دول العالم إلى إدانة الاستفتاءات التي بدأت روسيا في تنظيمها لضم مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا وأضف أن العالم سيتفاعل بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات وصفا إياها بالزائفة على حد تعبيرها مرحلة جديدة دخلتها الأزمة الأوكرانية مع إجراء عملية الاستفتاء على انضمام مناطق لوهانسك ودونيتسك وخرسون وزابوريجيا إلى روسيا ما يمثل انتهاء موسكو من إدارة المرحلة الأولى من الأزمة الخاصة وأن تلك المناطق تمثل ما يقرب من ربع مساحة أوكرانيا وعدد سكانها يمثل حوالي 15% من إجمال التعداد السكاني بأوكرانيا عملية الاستفتاء وفي وجهة النظر الأوكرانية تمثل تهديدا لاستقلال الدولة خاصة لما تمثله تلك المناطق من أهمية لكييف حيث تعد مقاطعة خرسون أولى المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا ومركزها فيما تسيطر روسيا على قرابة 75% من مساحة مقاطعة زابوريجيا أما موسكو فتعتبر من جانبها أن المناطق الأربع امتداد روسي على المستوى التاريخي فكانت خرسون واحدة من أهم مواني الامبراطورية الروسية في البحر الأسود وكذلك ميناء مدينة ماريوبول كما أن سكان هذه المناطق يتحدثون الروسية كلغة أمة وتربطهم صلاة تاريخية ودينية وثقافية عارقة بروسيا ومن الناحية الاقتصادية فإن المناطق المستفتة عليها تحمل أهمية كبيرة لكل من روسيا وأوكرانيا لأنها تتمتع بثروات وموارد طبيعية كبيرة وهي منبع رئيسي للفحم الحجري والحبوب والغلال كما تسيطر على نسبة كبيرة من المصانع والأيد العاملة المدربة ما يجعل تلك المناطق تمثل مراكز اقتصادية هامة عملية الاستفتاء قد تختلف عن أي عملية استفتاء أخرى قد تشهدها الحياة السياسية في أي دولة حيث إن الصورة المعتادة تتمثل في ذهاب الناخبين إلى مراكز الاقتراع ولكن في هذا الاستفتاء فالوضع أصبح مغيرا بسبب الظروف الأمنية فإن المنظمين سيتوجهون إلى المواطنين في منازلهم للحصول على رأي الناخبين التطورات المتوقعة بعد انتهاء عمليات الاستفتاء تتمثل في أنه سيكون بمقدور روسيا الانتقال مباشرة إلى ضم إقليمين لوهانسيك ودونيتسيك على غرار سيناريو ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 في حين أن مصار ضم إقليمين زابوروجيا وخرسون سوف يستغرق بعض الوقت ويحتاج إلى تعديلات تستورية روسية تمهد لذلك أدان أقادته مجموعة السبع بشدة الاستفتاءات السورية التي تنظمها روسيا لضم أراد في أوكرانيا وأكدوا أنهم لن يعترفوا أبدا بهذه الاقتراعات غير الشرعية واعتبر القادة أن موسكو تريد إيجاد ذريعة كاذبة لتغيير وضع أراضي أوكرانية ذات سيادة تتعرض لما أسموه بعدوان روسي مستمر وأن هذه الأعمال تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي أعلن الجيش الأوكراني استعادة بلدة باسفاكا من القوات الروسية في مدينة دونستيك شرقي البلاد وذكرت تهيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها المسلحة صدت هجمات روسية في عشرة مقاطعات لمنع سيطراتها على المزيد من المناطق خلال 24 ساعة ماضية وضف بيان للهيئة أن روسيا لا تتوقف عن قصف البنى التحتية المدنية والمناطق السكنية ولا يزال التهديد بدربات جوية وصاروخية قائما في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا هذا وقد شن الروس خمسة ضربات صاروخية وأربع عشرة غارة جوية وأكثر من ستين هجوما من تراز ميل راز على أهداف متفرقة خلال 24 ساعة ماضية قال الجيش البريطاني أن روسيا قصفت سد يشينكي على نهر سيفيريسكي دونتس الشمال الشرقي أوكرانيا مستخدمة صواريخ باليستية قصيرة المدر هذا وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الهجوم وقع في إعقاب هجوم سابق استهدف سد كراشنباسكي على نهر كريفيري في وسط أوكرانيا منتصف الشهر الجاري مضيفة أن القوات الأوكرانيين تتقدموا في اتجاه مصب النهرين وأشارت إلى أن القادة الروس ربما كانوا يحاولون قصف بوابات السد لإغراق نقاط عبور عسكرية أوكرانية وصفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والتي تدعو إلى إنشاء محكمة للتحقيق في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وصفت بأنها متحيزة ولا علاقة لها بالعدالة الحقيقية وقالت إن تصريحاته المؤيدة لفكرة محكمة محددة لتقديم الروس للعدالة متحيزة بالفعل في سياغاتها ولا علاقة لها بالعدالات الحقيقية مضيفا أن أحدا لم يمنحه الحق في تحديد الجناح حيث رأت الخارجية الروسية أن كبير ديبلوماسي للتحاد الأوروبي ليس بالموضوعي منذ أن التزم الصمت حيال الفضاء التي يرتكبها الجيش الأوكراني في دونباس والتي أدت إلى وقع إصابات جماعية أهلا بكم من جديد قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بوين أنه يتعين على الشركات الأوروبية إبرامة فقيات غاز طبيعي مسال بين الشركات وعدم إقحام الدبلوماسية والسياسة وأضف بوين أنه إذا أرادت أوروبا تأمين إمدادات الطاقة فهناك ثامن يتوجب عليها دفعه مؤشيرا إلى أن الأهلم سيكون في حاجة للكثير من الغاز بحلول عام 2025-2027 تعاد المستشار الألماني أولف شولتس بتنفيذي سريع لإجراءات تخفيف الأعباء الجديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وفي رسالة الأسبوعية قال أشالتس أن الألية التشريعية سارية وستنظم الدعم اللازم بسرعة كبيرة مضحا أن الأمر يتعلق بدعم الأسر ومحدود الدخل وكذلك الشركات التي تتكبد الآن تكاليف طاقة مرتفعة ولا تعرف كيف تواصل أعمالها أضاف شولتس أن أسعار الكهرباء والتدفئة والغاز مرتفعة للغاية ويتعين أن يتم تخفيضها لافتا إلى أنه في حال الكهرباء من المخطط إجراء تغيير في تصميم السوق يضمن هبوط الأسعار وقد أوضح في هذا الإطار أنه تم تشكيل لجنة لأسعار الغاز وهناك محادثات مع الاتحاد الأوروبي ومع كل أولئك الذين يصدرون الغاز إلى أوروبا وألمانيا أزمن اقتصادية غير مسبوقة تواجهها الدول الغربية وأوروبا على وجه الخصوص ومرحلة خطرة تعيشها منطقة اليورو لم تعهدها منذ الحرب العالمية الثانية فلم يكن العالم يفيق من تبعات جائحة الكورونا الاقتصادية التي أصابت دول أوروبا بشادة انفجائية حتى استيقظوا على الأزمة الأوكرانية التي جرجرت وراءها أزمات متعددة في الطاقة والغذاء واعتفعت أوروبا ثمن مساعدتها لأوكرانيا بقطع إمداداتها من الغاز الروسية وارتفع سعر النفط لتدخل المنطقة في تباطئ اقتصادي عميق وتقلص في النشاط التجاري بحسب مؤشر ستاندرد أند بورز هذا وأدى لارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة إلى الحد من إنتاج التصنيع ومن ثم ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1% في أغسطس وهو أعلى مستوى له على الإطلاق وسقوط لسترليني لأدنى مستوى في 37 عاما أمام الدولار من جانبه رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قياسية هذا الشهر وتعهد ببذل كل ما في وسعه للحد من الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية كما تفعلت أسواق المال سريعا على وقع بواد الرقود محتمل فأولقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد في التداولات حيث استوعب المستثمرون مجموعة من قرارات البنك المركزية وأخطة قصادية جديدة من المملكة المتحدة تتضمن مجموعة من التخفيضات الضربية وفي محاولة لكبح جماح التضخم الذي عصف بالمنطقة اقترح صندوق النقد الدولي على الاتحاد الأوروبي إنشاء قدرة مالية جديدة علّها تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه فرضت السلطات البلاروسية حظرا على تصدير الحبوب لمدة ستة أشهر وأصدر مجلس الوزراء البلاروسي أمرا بفرض حظر مؤقت على تصدير سلع محددة إلى خارج جمهورية بلاروسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتحتوي قائمة السلع التي خضعت لحظر تصدير على إجمالي 19 عنصرا منها القمح والشعير والذرة الحنطة السوداء والشوفان وحبوب أخرى كما يشمل الحظر أيضا البضائع الخاضعة لإجراءة جمركية في بلاروسيا قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ والتي كان سيتم تصديرها الفعلي بعد سن التقييد تنطلق غدا الانتخابات البرلمانية الإيطالية واستحالة من الترقب الأوروبي مع تزايد احتمال تحقيق اتلاف اليمين الإيطالي فوزا كبيرا في الانتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى التقدم الاتلاف اليميني وزعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجيا ميلوني في نتائج الاستطلاع وفي حال فوز حزب أخوة إيطاليا بالانتخابات ستصبح جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا ربما الانتخابات البرلمانية في إيطاليا أكثر الانتخابات تميزا في تاريخ البلاد هذه المرة ربما بسبب مجيء هذه الانتخابات بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي في ظل مناخ سياسي مشتعل أو بسبب بعض التعديلات الدستورية في نظام التصويت وعدد المقاعد فحتى العام الماضي لم يكن بإمكان جميع البلغين الإيطاليين المشاركة في انتخابات البلاد حيث كان سن التصويت فوق سن 25 عاما للتصويت لأعضاء مجلس الشيوخ ولكن هذا التغير جاء مع الإصلاح الذي أقره البرلمان في يوليو 2021 ما يعني أن حوالي ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ناخب إضافي تتراوح أعمرهم بين 18 و25 عاما سيكونون قادرين على التصويت لممثليهم في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية ولكن على الرغم من زيادة أعداد من يحق لهم التصويت فإن استطلاعات الرأي رجحت أن يصوت في الانتخابات التشريعية 48% فقط من الناخبين في الفئة العمرية التي تقل أعمرهم عن 35 الانتخابات هذه المرة تغير فيها عدد المقاهد المتاحة في البرلمان لذلك من الصعب التنبؤ بنتيجة هذه الانتخابات خاصة أن تركيبة مجلسي البرلمان قد تغيرت ومعها الطريقة التي يتم بها انتخاب المشرعين فالإصلاحات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2020 خفضت عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 عضوا إلى 200 عضوا فقط وخفضت عدد أعضاء مجلس النواب من 630 عضوا إلى 400 ونتيجة لذلك أعيد تعيين الدوائر الانتخابية لتتوسع جغرافيا أعلنت وزارة الدفاع التيوانية رزد 16 طائرة وأربع سفن صينية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة يأتي ذلك في وقت قررت فيه تايوان إجراء تدريبات دورية بالذخيرة الحية في مقاطعة بنغو وجزيرة كامن أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتون بلانكين لنظير صيني وانجي الحاجة إلى المحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن بلانكين أكد لنظيره الصيني أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان يمثل أمراً أساسياً للأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين محذراً من التدعية في حال قدمت الصين قدمت أي دعم لروسيا في عملياتها العسكرية بأوكرانيا أعلن الجيش الكوري الجنوبي رصد السعدادات في كوريا الشاملية لاختبار صاروخي باليستي جديد تطلقه بيونج يونج في غواصة ويأتي ذلك في وقت تستعد في كوريا الجنوبية واليابان لاستقبال كاميل هارس نائبة الرئيس الأمريكي كالعادة تأتي الزيارات الأمريكية للمناطق الملتهبة من العالم حاملة معها نذر تعقيدات جديدة للأوضاع ولا سيما في شبه الجزيرة الكورية ففي خطوة استباقية للأجندة الأمريكية التي تتضمن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي ولقائها بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية رصد الجيش الكوري الجنوبي استعدادات في شينبو جنوبية مقاطعة هام جيونج بكوريا الشمالية مما ينبئ عن استعدادها لاختبار صاروخ باليستي جديد تطلقه غواصة خطوة تأتي بمثابة رد شمالي على الانتشار العسكري الأمريكي والتدريبات المشتركة السابقة بين سول وواشنطن من ناحية وواشنطن وطوكيو من ناحية أخرى والتي وصفتها بيونج يانج بأنها تدريبات على الحرب ودليل على السياسات العدائية لواشنطن وسول ولعل آخر تلك الإشارات المعادية من وجهة نظر كوريا الشمالية هي حاملة الطائرات الأمريكية التي وصلت إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات لتنضم إلى سفن عسكرية أخرى للمشاركة في تدريبات مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية إذن هي حلقة جديدة تنذر بتأجيج الصراع بين الكوريتين لا سيما بعدما تبنت كوريا الشمالية منذ وقت قريب قانون يخول لها تنفيذ ضربة نووية وقائية قانون أثر القلق العالمية من مرحلة صراع جديدة قد تنذر بكارثة لا يحمد عقباها أعلنت وزارة الصحة في كرغزستان ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات الواسعة على حدودها مع تاجكستان إلى 62 شخص وذكرت الوزارة أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة نحو 200 شخص ونزوح أكثر من 140 ألف شخص هذا وقد اجتمع وزير خارجية كرغزستان ونضيه التاجكي مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وإحلال السلام روزماري ديكارلو حيث تبادلوا خلال الاجتماع أرأهم عن الأوضاع على الحدود بين كرغزستان وتاجكستان معبرين عن استعدادهم لاستكمال المحادثات لتنظيم عملية السلام دعت المراكز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى ضرورة تلقي الجرع المعززة ضد فيروس كورونا وأشارت المراكز إلى أن أي شخص فوق 12 عاما يمكن تلقي جرعة معززة شريطة أن يكون قد مر شهران على آخر جرعة لقاح ضد الفيروس مشيرة إلى أن 4 و4 من 10 مليون شخص تلقوا اللقاح المعزز منذ أوائل الشهر الجاري وهو ما يمثل 1.5 مليون من عدد السكان المؤهلين حاليا لتلقي الجرعات المعززة يوصل إقليم جانشي وسط الصين رفع حالة التأهب من المستوى الأحمر لإمدادات المياه للمرة الأولى بعد انخفاض منسوب المياه في أكبر بحيرة في البلاد وتعني بحيرة بيونغ من انخفاض منسوب المياه في نقطة مراقبة الرئيسية في البحيرة خلال الأشهر السلسة الماضية حدة التغيرات المناخية على مستوى العالم شهدت تغيرا كبيرا خلال الفترة الحالية خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة للعديد من دول العالم وبشكل خاص في قارتي أوروبا وآسيا وهو الأمر الذي انعكس سلبيا على القطاع الزراعي والأنهار والبحار إقليم جيانغشي وسط الصين أعلن حالة التأهب من المستوى الأحمر لإمدادات المياه للمرة الأولى بعد أن تضاءلت أكبر بحيرة في البلاد وهي بحيرة بويانغ للمياه العذبة إلى مستوى قياسي وهو ما يؤكد حجم المعاناة في بحيرة بويانغ التي تعد منفذ فيضان حيويا لنهر الينجستي أطول أنهار الصين مركز مراقبة المياه في جيانغشي توقع أن تنخفض مستويات المياه في بويانغ أكثر في الأيام المقبلة خاصة مع انخفاض هطول الأمطار بنسبة 60% عن العام السابق مما يجعل هذا العام هو الأسوأ على الإطاق بالنسبة للصين منذ أن بدأت البلاد في تسجيل بيانات الأرصاد الجوية عام 1961 كما أبلغ المركز ما يصل إلى 267 محطة أرصاد جوية في جميع أنحاء الصين عن درجات حرارة قياسية في أوستوس مما تسبب في موجة الجفاف الطويلة على طول حوض النهر الينجستي ومن ثم تقليص إنتاج الطاقة الكهرومائية وإلحاق الضرر بنمو المحاصيل قبل حصاد الخريف وفي هذا الإطار أعلنت الصين أن موجة الجفاف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي تسيطر على نصف أراضي الصين الشاسعة بدرجات متفاوتة بسبب موجة الحر التي تؤدي إلى نضرة المياه هذا الصيف مما تسبب في إحداث مشكلة لمزارع الأرز وفول الصوية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه اكتاح إعصار وسط اليابان وتسبب فيه طول أمطار غزيرة ورياح شديدة وأصفر هذا الإعصار عن مصرع شخصين وانقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وقالت شركة تشوبو إلكتريك باور أن الكهرباء انقطعت عن نحو 120 ألف منزل وأضافت أن انهيارا أرضيا أدى إلى سقوط برجي كهرباء وصل أعصار وفيونة الهائل إلى سواحل المحيط الأطلسية بكندا مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية فيما حذر خبراء الأرصاد الكنديون من أن الأعصار قد يكون واحدا من أشد حوادث التقص قصوة في تاريخ البلاد وتحول الأعصار إلى عصفة مدرية في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أنه لا يزال تصاحبه رياح عاتية كما سيجلب أمطارا غزيرة وأمواجا ضخمة نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أخبار بشأن الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وتواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي نفت الأنباء وأكدت الشركة أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مشددة على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة يتم بشكل مستقل تماما من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع وقعت أكاديمية ناصر العسكرية لدرسة العليا بروتوكول تعاون مع جامعة تنطا وذلك في إطار دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك خاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومي من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة تنطا وكذلك كاتبت للزيارة والتعاون في مجالات البحث العلمي والمعرفة واستضافت قيادات ومستشاري الأكاديمية في لقاءات مفتوحة مع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة تنطا تواصل وزارة الداخلية استراتيجياتها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد في هذا الإطار وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه وأصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أصفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 4716 استوانات بوتجاز وضبط 35 قضية مواد بيترولية بمضبوطات بلغت 562803 لتر مواد بيترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 11072 قضية سلع غزائية وتمونية بمضبوطات وزنت قرابة 2269 طن سلع غزائية وتمونية متنوعة وكذلك ضبط 5013 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت 304.5 طن كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 42.5 طن سلع غزائية متنوعة وتم ضبط 2879 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت قرابة 549.5 طن كما تم ضبط 136 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت حوالي 192 طن سلع مدعمة متنوعة كما تم ضبط 326 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع بمضبوطات بلغت 109.998 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 750.715 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 305.333 مخالفة تتجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4196 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 219 سائقا منهم كما تم المرور على مائة واسنتين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 94 من سائق حافلة المدارس تبين سلبيتهم جميعا كما تم فحص 71 مركبة وتبين عدم مطابقة مركبتين لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 381 سيارة و77 دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 8522 مخالفة تأعد مرتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 989 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1274 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3141 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2974 مخالفة ملسقات وضبط 39 مخالفة لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1343 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82468 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 71.332.520 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 250 قضية من بينها 153 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و99 قضية في مجال جرائم المضبوعات بمضبطات بلغت 45 ألف كتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 42 قضية لقيمة مالية بلغت 43.524.094 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 3357 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 5.448.000.000 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4.455.920 جنيها بازلنا مع جهود وزارة الداخلية حيث تواصل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 113 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 17 طن كما تم ضبط أكثر من 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي لاستلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 721 قضية من بينها 159 قضية خبز ناقص للوزن و 163 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أشياد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الهام للجنة الأولمبية الدولية في تعزيز الاهتمام بالرياضة على مستوى الدولي وخلال استقبال سيادته توماس ساباخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أشار سيد رئيس إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة لتيسير حركة التنقل ما بين تلك المنشآت بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية من جانبي أشاد سيد توماس ساباخ بالدور الأورمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الريادي في المنطقة شهد اللقاء كذلك مناقشة أفاق التعاون بين الجانبين للصدفة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شات سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة أعلنت محافظة سهاج عن حصولها على المركز الأول في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى يشمل هذا المشروع القومي مشروع الإسكان والذي يتم إنشاؤه بسهاج على مساحة 14 فداناً و80% جرت بالأعمال هذا ولم يتبقى سوى أعمال تمهيد الطرق والتشريبات الخارجية ويشمل المشروع إنشاء 1272 وحدة سكنية بواقع ألف وثمانية وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي و264 وحدة إسكان استثماري مشروع ده جاء من تطوير المناطق الغير مخططة والمناطق الغير مخططة دي كانت مناطق متكدسة بالسكان وفيها النسبة السكانية عالية وفيها ازدحام فاتجهنا إننا نستغل المناطق الغير الأراضي الفضاء الغير مستغلة في إنشاء مجمعات سكنية متطورة بخدمات متكاملة جهود متواصلة تقوم بها الدولة للارتقاء بالقطاع الطبي في جميع محافظات الجمهورية ففي محافظة تيباني سويفي شهدت مستشفيات الجامعة افتتاح أول محطة لتوليد الأكسجين لسد احتياجات المستشفيات كافة جهود حثيثة تبدلها الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي ودعم المستشفيات في جميع المحافظات ففي محافظة باني سويف شهدت مستشفيات الجامعة افتتاح أول محطة لتوليد وإنتاج الأكسجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث تعمل المحطة على إنتاج وتوفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات كافة المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة مع ضمان استمراريته على مدار اليوم إذ أنها تعتمد على الهواء الجوي المحيط وليس مصدر خارجي المحطة دي رائدة من نوعها وكانت فكرة واخدنا فيها سبق في إدارة مستشفيات جامعة باني سويف نحن بدأنا بتنفيذها الفكرة بدأت مع تزايد أزمة الأكسجين كلنا عارفين أن توفر الأكسجين في المستشفيات عموما ده من أهم الاحتياجات للمحافظة على حياة المرضى وحاجة من الأساسيات والبنية التحتية الموجودة في المستشفيات مصادر توريد الأكسجين بتبقى ياما استوانات غازات أكسجين غازي ياما تنكات تخزين الأكسجين السائل الفكرة الثالثة اللي بدأنا في تنفيذها هو أننا يبقى عندي محطة توليد أكسجين من الهواء الجاو المحطة توفر أعلى معدلات الأمان من خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشرية فضلا عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر لتوريد خارج السيطرة المحطة توفر أعلى معدلات الأمان من خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشرية فضلا عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر توريد خارج سيطرة المستشفى المباشرة الحمد لله إحنا المستشفى الجميع الوحيدة اللي هي فولوكشنية عن طريق المولد المولد فكرته أن إزاي ناخد من الهواء نصنع أوكشجين ودي كانت فكرة جيدة الحمد لله وتبنناها والحمد لله نجحة وصلت للتنور أهمية المولد واحدة معدل أمان عالي جدا مافيش تدخل بشري خالص ثالث حاجة مافيش مشكلة في النهاية المواصلات وهذا اللي كان بيحصل مع الأوكشجين الغاز المنتج كله سائل غاز مش سائل فالفقد فيه بيكون قليل آخر حاجة بالنسبة للجدوى احنا بالنسبة لنحنا توفير سرمي من 5 مليون جنيه وتنتج المحطة ما يزيد عن 120 مترا مكاعبا في الساعة الواحدة وتساعد في الترشيد حيث توفر ما يزيد عن 5 ملايين جنيه من النفقات في العام الواحد بما يساعد في ترشيد الإنفاق إذ أن تكلفة توريد غاز الأكسجين في زيادة مستمرة خاصة في أوقات الأزمات نحات عراقي يتذكر بحصرة كبيرة مشاهدة لأعضاء في تنظيم داعش الإرهابي وهم يدمرون تماثيل وتحفا فنية أثرية في مدينة الموصل تعهد الفنان آنذاك بسرعة إعادة إبداع ما أتلفه والآن وبعد سنوات من استعادة المدينة من التنظيم الإرهابي يسير العبادي والحاصل على درجة الماجستير في الفنون التشكيلية بجوار سلسلة من الجداريات والتي أبدعها وتصور مشاهد من تاريخ المدينة الفني في محاولة لاستعادة تراص فني تاريخي مدمر تعهد النحاة العراقي خالد العبادي بإعادة تمثيل ما دمره تنظيم داعش الإرهابي من تحف فنية في مدينة الموصل عن طريق سلسلة من الجداريات الجداريات التي أبدعها الفنان العراقي تهدف لتذكير المواطنين بالأحداث التي مرت بها البلاد منذ الأمبراطورية الآشورية القديمة وحتى تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017 نفذنا التصميم يتكلم منذ الزمن الآشوري وإلى زمننا هذا ما بعد التحرير من إصابات داعش لكل فترة زمنية ارتقينا أنه نضع جدارية أو شكل يحاكي تلك المرحلة فبدأنا من البوابة الآشورية وكأنه ندخل من خلالها إلى الزمن الآشوري وما بعدها مجموعة من المنحوتات الآشورية بما عرفوا به الآشوريين من حملات عسكرية وزراعة وأمور اجتماعية وسياسية وعسكرية متنوعة يقع الفناء الذي تعرض فيه حوالي 20 لوحة جدارية في مدينة الموصل القديمة وهي جزء من المدينة التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال معركة استعادة المدينة من تنظيم داعش الإرهابي الذي دمر العديد من مواقعها القديمة العبادي أشار إلى أن التصميمات تم تنفيذها لتعبر وتحاكي الفترات الزمنية المختلفة فتم البدء من البوابة الآشورية وكأنه يتم الدخول من خلالها إلى الزمن الآشوري ثم مجموعة من المنحوتات الآشورية بما عرف به الآشوريون من حملات عسكرية وزراعية وأمور اجتماعية وسياسية وعسكرية متنوعة مدينة المصر مثل ما قلت لكي مدينة النحت مدينة التاريخ فهنا ارتقينا أن نخلي المنحوتات على هذا الجدار بدل ما تكون عمل تقليدي مجرد تغليف حلان أو سيراميك أو عمل مدني لا خلي يكون عمل فني أيضا من يجلس العائلة العراقية أمام الأعمال تتمع عن بتاريخها تستذكر بعض الأحداث التي مرت بها المدينة وفي أعقاب استيلاء التنظيم الإرهابي على المدينة في عام 2014 دمر العديد من المواقع الأثرية والتحف المصل وبعد استعادة السيطرة عليها وطرد التنظيم الإرهابي حقق النحاة العراقي أمنيته بإعادة تكسيد ما تم تحطيمه بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضرتكم إلى نهاية مشرة الثالثة قدمناها من التلفزيون المصري ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العنوي شكري يلقي كلمة مصر اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويواصل لقاءاته على هامش الاجتماعات في بيان مشترك السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا تدين محاولات قوات الحوثية عرقلة الهدن الإنسانية في اليوم لليوم الثاني على التوالي تواصل عمليات استفتاء انضمام أربع مناطق أوكرانية لروسيا وسط تنديد أوكراني وغربي واسع نهاية نشرة السالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة وذنتم في أمان الله إلى النقام اشتركوا في القناة